جميل ان انت كتير تعود للقراءة ويعني انا عندي كده المجلدات العظيمة بتاعة العظيم جمال حمدان المؤرخ ومحلل ومفسر لعبقرية الزمان والمكان فلما تشوف كده وتقرأ من خلاله وتشوف تركيبة مصر وتركيبة السكانية وشكل مصر عامل ازاي ترجع لورا كده وتشوف ان البلد دي عدت بكتير قوي لانه كمان تركيبة مكانها وتركيبة سكانها عدوا بكتير من الفترات لو قرأت التاريخ ورجعت فحتلاقي ان الشعب المصري ده شعب يعني من الجدود للأباء للأبناء للأحفاد بيمروا بتجارب كتير جدا تسقلهم مرة وتديهم من القدرة مرة الحقيقة وانا ببقرة كتير في حب اروح واجي دايما على هذا المؤرخ العظيم جمال حمدان شخصية مصر العظيمة واحيانا يبقى عندك ناس الكبارة بتوعيلتك يعني الناس الكبيرة وتسألوا الأوضاع وزمان ودلوقتي فتحس انه الجيل العاش طبعا الجيال السابقة اللي عاشت ازمات مختلفة ما بتبقاش عندها قلق ولا خوف ولا اي نوع من القلق لانه شاف حاجات كتير قوي ويبدأ يحكي لك على التاريخ يحكي لك على المصريين لما عاشوا على ضفاف النيل طول الوقت والنيل رغم انه هو نيل الخيرات عليهم لكن كان بيحصل الفيضان وانتوا فاكرين الفيضان النيل ده غرق قرى ومنها طبعا قرى موجودة في النوبة وده السبب اللي خلى السد العالي اللازم تفكر فيه القيادة المصرية وقتها طبعا الزعيم جمال عبد الناصر برغم كل التحديات اللي كانت موجودة امامه في العالم لكن فكر انه لازم يعمل السد العالي والسد العالي ما قامش بس عشان دولة فكرت بالشكل ده او زعيم فكر لا قام لانه كمان فيه شعب شعب حاطت ايده وشايف وعارف فقام السد العالي وكانت احتفالات كبيرة جدا ازاي ما شفتم المصريين مع قناة السويس كده ازاي رحوا حطوا الفلوس وازاي وقفوا وزاي كل واحد عنده شهادة دلوقتي في بيته بتقول انه ساهم في قناة السويس الجديدة نفس الشيء حصل ايام السد العالي غنى وجمال فكرين اغنية حليم حكاية شعب حكى فيها حكاية السد من اول بنك الدولي اللي ما دهمش الفلوس لحد بنا السد لحد كل حاجة كل الكلام ده انا افتكرته تماما لما شفت النهاردة الجولة اللي قام بيها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يتفقد صباحا او فجر اليوم الكلية الحربية الحقيقة وانا بتفرج على الجولة انا بحب قوي كلمات الرئيس وهو يعني يشد كده على ابنائه ويديهم الهمة ويديهم الثقة ويكلمهم عن الحياة ويكلمهم عن النبل ويكلمهم على انه هو الجندي المستقبل وهو القائد في القوات المسلحة وهو ابن القوات المسلحة وهو الحامي لهذه البلاد والشباب طبعا باللياقة اللي انتوا شايفينها دي بالكفاءة وطبعا الدنيا تتورد كثيرا فعندهم يعني لياقة وكفاءة والرئيس حريص طول الوقت انه يبقى متواجد مع الشباب اللي هم حماة مصر طبعا حماة مصر غدا اللي هم حيقوموا بالبلد واللي هم حيشرفوا على حماية البلد دي الجميل كمان وبحب قوي اللحظة دي لما سيادة الرئيس يبقى في حوار بينه وبين الشباب هو مش بس بيكلمهم عن العسكرية والمهارة لا بيكلمهم عن الانسانية لانه قبل ان تكون جندي ماهر او قائد ماهر لابد ان تكون انسان وتكون انسان ازاي تكون كل سلوكك حياتك انك تبقى قدوة انك تبقى مثل انك تبقى كمان محافظ على نفسك ممارس للرياضة فالحقيقة الحاجات دي قد ايه جميلة هي ممكن قوي يعني رئيس جمهورية لا يتطرق لهذه الأشياء ولكن انت امام رئيس جمهورية مختلف اب ورب عيلة وبيشوف ولاده وبيشوف انه عايز يقولهم كل حاجة عايز يديهم كل الحكاية فالحقيقة بيبقى الحوار لطيف وطبعا كان الختام بالكلمة اللي سيد الرئيس كان بيكلم فيها شعب مصر بيكلمهم بانه ما يبقاش في خوف وانه انتوا ما تبقوش خايفين وانه يا ما مصر مر عليها حاجات كتير وانه طبعا لما رئيس يتكلم بانه ما فيش خوف هو يعلم جيدا ان احنا هنعدي هنعديها بإذن الله